لا توجد مجموعة عرقية تمثل أغلبية حاسمة بين سكان أفغانستان البالغ عددهم 40 مليون ما جعل الانقسامات تمثل تحديا دائما للاستقرار السياسي في هذا البلد أكبر هذه المجموعات هم الباشتون ويشكلون أكثر من 42% من السكان ويتحدثون لغة الباشتون هيمنت هذه المجموعة التي يغلب عليها السنة على المؤسسات السياسية الأفغانية منذ القرن الثامن عشر وشدد العديد من قادة الباشتون على مر السنوات على الأحقية في حكم أفغانستان ما أثار غضب المجموعات الأخرى أما ثاني أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان فهم الطاجيك الذين يمثلون أكثر من ربع عدد سكان البلاد لغة الطاجيك الرئيسية تسمى داري وهي فرع من اللغة الفارسية وهي لغة مشتركة في كامل الأفغانستان تتوزع المجموعة بشكل رئيسي في شمال البلاد وغربها ولديها معاقل في وادي بنشير وفي مدينة هراد ورغم عدم هيمنتها سياسيا فقد ظهر عدد من القادة الطاجيق البارزين في العقود الأخيرة يتصدرهم القائد الراحل أحمد شاه مسعود الذي حارب الجيش الأحمر وطالبان الهزارة هي ثالث العرقيات وتشكل حوالي 10% من السكان وتتمركز أساسا في وسط أفغانستان يتحدث الهزاريون لهجة الداري أيضا وغالبيتهم من المسلمين الشيعة واجهت هذه المجموعة اضطهاضا وتمييزا عنفين في أفغانستان على أساس الدين والعرقية لأكثر من قرن خصوصا في ظل حكم طالبان الأزبك أيضا هم من بين العرقيات المنتشرة في أفغانستان وتمثل هذه العرقية حوالي 10% من السكان يتمركز أزبك باكست أفغانستان بشكل رئيسي في شمال البلاد قرب الحدود مع أزبكستان والأزبك هم من الشعوب الناطقة باللغات التركية ومعظمهم من المسلمين السنة ومن بين أشهر الأزبك الأفغان القائد عبد الرشيد دوستوم الذي حارب مع السوفيات ضد المقاتلين الأفغان قبل أن يغير ولائه ويؤسس معقله الخاص في مدينة مزار شريف في شمال البلاد وكان دوستوم شخصية بارزة في التحالف الشمالي الذي ساعد على إنهاء حكم طالبان بعد الغزو الأمريكي عام 2001 وانضم فيما بعد إلى إدارة غني كنائب أول للرئيس ليفر لاحقا إلى أزبكستان عندما سقطت مزار شريف في يد طالبان موسيقى